بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم مين تلك آيات الكتاب المبين نتل عليك من نبأ مسابة العون بالحق القوم يؤمنون إن ترعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يسترف طائفة منهم يذبح أبناءهم يستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين فنريد أن نمن على الذين استرعتوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم البالثين فنمكن لهم في الأرض ومن يفرعون بهامان وجندهما منهم ما كانوا يحذرون فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقي في اليم فلا تخافي ولا تحزني إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ هَلْتَقَطَرُوا آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُبًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِي الْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُدَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ فقالت امرأة في عون قرة عيم لي بلك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه بلداً وهم لا يشعرون فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبّي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون محرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عنها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده بستما آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين فدخل المدينة على حل غفلة من أهلها فوجد فيها رجل يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فمكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مظل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي تغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين فأصبح في المدينة خائفاً يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغمي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتل لي كما قتلك نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نبتني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء المدينة قال عسى ربي أن يهديني سماء السبيل فلما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسعون ووجد من دونه ممرأتين قدودان قال ما خطلكما قالتا لا نسقي حتى يسكر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الضر فقال رب إني ما أنزلت إلي من خرب فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه بقص عليه الأصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت الأري الأليم قال إني أريد أن أنكحك إحدى النتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجد فإن أتممت عشرا فمن عيدك وما أريد أن أشط عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا غدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جالب اطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها النودي من شاطئ الواد أيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أجل يا موسى إني أنا الله رب العالمين فأن ألق عصاك فلما رأى تهتز كأنها جاءن ولا مذبرا ولم نعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير شوق رضم إليك جناحك من الرهد فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلتم منه نفسا فأخاف أن يقتلون فأخي هارون هو أفسح مني لسانا فأرسله معي جد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشب عضبك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فقرل في العون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واشتكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظلوا أنهم إلينا لا يرجعون فأغبناه وجنوده فنبدناهم في اليم فيظوا كيف كان عاقبة الظالمين واجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون فأتبعناهم في هذه الدنيا اللعنة ويوم القيامة هم من المأبوحين فلقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون فما كنت بجانب غربي إن قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين فلكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر فما كنت ثابيا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا موسى فما كنت بجانب غربي إن نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون فلولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى بالقبل قالوا سحران تظاهرا قالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فمن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فلقد رصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون فإذا يتنا عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مشلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا فيجرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون فإذا سمعوا النار وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ما هو أعلم بالمهتدين فقالوا إن التبع المدى معك متخطف من أرضنا أولم نمكن له حرما آمنا من يجبى إليه سمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحد الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها الظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعفلون أفمن وعدناه بعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تسعون قال الذين حق عليهم الأرض ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون فقيل دعوا فركائكم فدعوهم فلم يستجيبوا له ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون فيوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تابر آمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون فربك يعلم ما تكن صدر وما نعلمون فهم الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة فله الحكم إليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبشرون فمن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من طضمه ولعلكم تشكرون فيوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون فنزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله والضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتموء بالغصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن فأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون لمن هو أشق منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً فلا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبدالهم أرض فما كان له من فئة ينصر له من دون الله ينصر له من دون الله وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبشط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا فإن كأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يجيدون عدوا في الأرض ولا فشاذا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خيراً منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لغادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين فما كنت ترجو أن ينقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيراً للكافرين فلا يسطنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وإلا أقل إليك وإلا أقل إليك حسنا وإلى أعلى أعلى أمني أعلى أман